شيعت المنطقة العسكرية السابعة ومحافظة صنعاء جثمان الشهيد العقيد عبدالربو صالح الأقرع قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مشاه جبلي والعقيد عبدالله محمد المهدي قائد الكتيبة الثانية في اللواء مئة وخمسة وعشرين وأربعة من منتسبي ألوية المنطقة السابعة إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب اليوم نودع كوكب من الشهداء الجمهورية شهداء الذين خرجوا لأجل حرية الشعب اليمني وتحريره من العبودية وأختلط الدماء اليمنيين من جميع القبائل ومن جميع المحافظات من نهم وبني ضبيان وبني بهلول والحيمة وكل القبائل الأخرى في هذا التضحية وكلها لأجل الوطن وقد استشهد العقيد الأقرع خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني في جبهة نجد العطق بنهم ليصبح الشهيد السادس بين إخوته الذين ارتقى اثنان منهم في معارك الدفاع عن الجمهورية عقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر فيما استشهد الأربعة الآخرون في مواجهة الميليشية الحوثية قدمنا شهداء الشهيد الله رحمه من حال الشهداء وهذه كوكوبة شهداء في المجنة الآن والآن إن شاء الله نحن سيرين على دربهم ولن يخذلنا ولا أنه يضعفنا الزبح وإلا القتل ولا نرضى نسمع الحوثي بدخل مارب ما دمنا نحمل البناتك سنظل على هذا العهد مهما بذلنا من دماء مهما ضحينا لن نترك الهدف ولا المبدال حتى ننتصر ولا نموت والسشهد العقيد عبدالله المهدي في معارك جبهة نهم بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال ومواجهة المشروع الحوثي الإيراني في مختلف المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومات الشعبية منذ بداية الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على الشعب اليمني نعزي أمو فسنا ونعزي أبناء قبيرة بني بحول صنحان بلاد الروس محافظة الصنعة والجيش الوطني كافة باستشهاد العميد عبدالله محمد المهدي أبو ربيع قائد كتيبة السهم في المنطقة العسكرية السابعة والذي قدم حياته وكرسها في النضال واتفاع من عجل دينه ووطنه ومن عجل العفاظ على الجمهورية ومقاومة المشروع السلالي الطائفي الفارسي كانوا من المسارعين في الجهاد وفي الدفاع عن هذا الوطن وسيبقى وسنبقى وسنظل إلى أن ندحر العدو ونلاحقه إلى فلوله وتنتهي هذه البذرة الخبيثة حضر التشيع عدد من القيادات العسكرية والمدنية وحشد من زملاء الشهداء وذويهم محمد القليصي لقناة سهيل مأرب ترجمة نانسي قنقر